موسيقى يا مسائل فل على كل حبيبنا اللي بتبعونا من كل مكان أهلا وسهلا بيكوا في حلقة جديدة من اللقمة هنية النهاردة هنعمل سيفود بشكل مختلف شوية هنعمل النهاردة فتة جنبري بالريحان تخيلين طعم الرحان الريحة العطرية بتاعتها الرحانة الحلوة لما تبقى فتة جنبري معمولة بشربة قشر الجنبري نفسه طعمها حلو جدا هنعمل كمان النهاردة صيادية سهلة وسريعة جدا ومكوناتها غنية فيها كمية جيدة من الخضروات هتدي طعم حلو قوي وريحة حلوة جدا كمان النهاردة هنعمل في ليه الشربياد بالحبهان واللوز هنشوف ده هيتعامل ازاي بالزبط هنشوف المقادير و هنشوف الخطوات كوردة هنعرفه بعد منارجع من الفاصل استنونا موسيقى موسيقى يا اهلا وسهلا بيكم مرة ثانية رجعنا من الفاصل علشان نعمل الصيادية و نعمل فتة الجنبري بالريحان و نعمل كمان فليه قشر البياد بالحبهان واللوز هنشوف نعمل ايه بالزبط هقولوك دلوقتي مقادير في ليه قشر البياد لا هقولوك الاول مقادير للصيادية هنبتدي فيها علشان نحطها في الفرن و بعد كي نعمل فتة الجنبري و نعمل في ليه السمك حالا دلوقتي يلا بينا تعالوا اقولوكو المقادير سمك صيادية السمك النهاردة او الصيادية بمعنى اصح كل بيت في مصر ليه طريقة مختلفة للصيادية فوصفة الصيادية بتاعتي النهاردة هي رؤيتي برضو المتوضعة للصيادية ايه احلى طعم ممكن نضيفه للصيادية من وجهة ناظري طبعا كل حد بيعملها بشكل مختلف بس اجربوا الطريقة بتاعتي هتعجبكم جدا ان شاء الله تعالوا بقى اقولوكو المقادير سمكة اشرق مياد ملح وفلفل طوم مفروم كبايتين دقيق اربع معالق ارفى باودر ده للسمك بس لسه بقى هقولوكو للصيادية السوس مقاديرو بطرة مفرومة فصين طوم مفرومين معلقتين كرافس مفروم معلقتين عصير لمون ملح وفلفل ورنفل وده هيدي ريحة حلوة جدا للصيادية ورق لورة كبايت طماطم مفرومة معلقتين صلصة طماطم اعواد بقدونس ومعلقتين خل ومعلقة سكر السكر هنا هيعمل ايه السكر هنا السكر هيظهر الطعم الحلو بتاع السوس زي كده دايما لما بنيجي نعمل كيك بنيديها معلقة ملح مع ان الكيك مسكرة ليه بنعمل كده عشان نظهر الطعم الحلو بتاع الكيك نفس الكلام في الاكل الحادق بنيديله معلقة من السكر علشان يظهر الطعم بتاعه هي نفس او هو نفس المبدأ بالزبط يلا نشوف بقى هنعمل ايه؟ حيالا دلواتي هجي هنا هجيب تعالوا بعنبعد ده سنة ونيجي هنا نجيب سكينة والسمك ادي احنا قبل كده مره عملنا فلي ده بس عملنا بسمك مخلي جبت سمك اتشرباد وخليتها وعملنا سوا النهارده مش عمل كده النهارده السمك عايزها كاملة زي ما هي كده بس انا هقطع فيها تقطيع و هقولوكو حالا ليه بالشكل ده و هقطع من ناحية واحدة بس مش هقطع من ناحية التانية كمان هتغرب هيني اخوض هينه كده عايز تقطيع في اللحم مش عايز اقطع الشوك بتاعها التانية بالشكل ده وبعدين هجيب بولة حلوة كده وهجي هنا هحط فيها الدقيق وشوية كده من القرفة البودر وملح وفلفل ملح وفلفل اسود ده للسمكة نفسها ندي كده تقليبة وبعدين حالا هقولوكو ايه فايدة ده و هنعمل بيه بالزبط هجي هنا هجيب السمكاية وهبتدي رش عليها دقيق خفيف كده وأعمل بيه دي كده من على الناحية دي وقلبها هنا عايز طبقة رؤياء جدا من الدقيق ده دقيق بقى بالقرفة بالملح و الفلفل هيدي ريحة حلوة للسمكاية نفسها قبل ما يبقى سوس حتى بعدين ايه خد دي هنا شايفين طبقة رؤياء جدا ازاي ايه من بعدين دي هنا كده تاني بالشكل ده ده خلاص كده مش محتاجينه مرة تانية نرجع ورا وكذلك البولة دي كمان آه يا أحمد نحب الفوسفور قوي السراح آه قوس قوس موجود النهاردة ولا لأ ليه يا بس كده ده النهاردة كان يومه طيف هنعمل ايه هاجي هنا هحط شوية من الزيت وهكون محضر طبق هحضره دلوقتي جيب طبق من هنا ناخد الطبق ده هنا ماشي يا شاف طبعا انت عايز اقول عليك ايه دلوقتي حالا وديب السمكة احطها كده هوت هل انا عايز اسويها ابدا انا عايزها تاخد ريحة التشويحة وهمسكها من دلها كده حالا نقلبها على الناحية التانية بس حلو قوي كده بالنسبالي الناحية التانية نفس الكلام بس وبعدين اطلعها من هنا احطها في الطبق اللي انا مجهزة طبق كده ابو حميد عملنا فيها ايه ديناها بس كده ايه لون دهبي خفيف مش هاي دي تسوية لسه بس انا بديها التشويحة نفس الكلام هعمله في الجزء التاني او في السمكة التانية دي سمكة احنا جبناها نضفناها الشيف نضافها وكمان شال الرأس بتاعتها نعملها في وصفة تانية بقى نعم بيها شربة سمك نعمل بيها وصفة تانية وبنستخدم الجزء ده بس من السمكة في الوصفة دي بصوا بقى انا الوقتي عايزة اعمل صوص حلو صوص مسبدك وجميل للصيادية الصوص ده هعمله في مكان تحمير السمك لان الصوص ده بقى ريحته دلوقتي سمك وفي نفس الوقت ريحته قرفة لان انا كنت احطت قرفة في الدقيق اللي انا احطته على السمك تعالوا بقى كده نبص عليها بسا نقلبها قلبها الله على اللون الجميل برضو هنا لحظات كده على النار بس فاق وكده خدت اللون اللي انا محتاجه هتاخده برضو بابا حميد تعالوا نبص عليها السمكة دي كده لسه مستويتش السمكة دي بس تشوحت خدت ريحة وخدت لون حلوين جدا نيجي بقى دلوقتي نشوف ايه بقية المكونات وهنعمل ايه بالزبط يالله بينا هاجي هنا في نفس الطاصة دي اللي فيها ريحة السمك وفيها تشويح السمك وفيها شوية من الدقيق هعمل ايه جاي هنا بقى بالسباتولة هنزل بالبصل وديله تقليبة كده ياخد بقى كمان من قطع السمك اللي بتقطعت السغيارة وحتة من الجلد كده تتحمص وتتقرمش وتبقى اخر طعامة وبعدين هاجيب التوم المفروم تقليبة هاجيب القرنفل طبعا لو انتو بتدايقوا من القرنفل ما تكتروش منو وممكن كمان تحطوه مطخون عشان لو جيه تحت لسانكو ما يدايقوش بس انا بحب القرنفل جدا وعنديش مشكلة ابدا ان انا اعمل كده حتى فيه اكلات كده زي الرز الخليجي بيبقى فيه حبوب قرنفل كاملة لو انتم متعودين على ده ما فيش مشكلة هحط دلوقتي ورق اللورة يبقى انا حطيت البصل شوحته بعد كده حطيت التوم كل ده مكان السمكة وهدي تقليبة حلوة كفاية كده مش عايز اللون يغمق قوي فهحط بس السكر ودي تقليبة سريعة للسكر مع البصل والتوم وورق اللورة والقرنفل فننص كده هنزل هنا بمعجون سلسة الطماطم وندي تقليبة بنشوح معجون سلسة الطماطم عشان ياخد من طعم التشويح عشان ما يبقاش طعمه سلسة نية لو احنا حطناه من غير تشويح كده لو حقناه بطول على السوس بعد ما خلص هيبقى طعم السوس سلسة نية ورحم شعايزين ده يحصل مش اللون حلو ازاي هنزل هنا بمعجون او هنزل هنا بمكعبات الطماطم نفسها وبعدين دلوقتي هنزل بالكرفس شايفين مصدقة وحلوة ازاي تاخد بقى شوية من الملح شوية من الفلفل الاسود تقليبة كمان كده انا تقريبا جاهز كل انا هعمله بس هو ايه دلوقتي هو ان انا وانا طالع من على النار هحط نصف كمية ورق البقدونس هطلع من على النار هحط البقدونس وادي تقليبة نجيب لها طاج مناسب لها والله ده ممكن برضو لطيف ايه رأيكم بقى استخدم اني واحد ده ولا ده تعالوا نستخدم اللي على شكل السمك كده هاي بلطيفة طيب عندي هنا شوية مية سخنين كده هدي شوية مية كده تعالوا ناخد اللي على شكل سمك يالا بحميل ببقى نحن بنعمل سمك بقى وكده نيجي هنا ناخد بقى السمك ناخد بقى السمك ناخد بقى السمك السمكة دي زي ما انتو شفتوا كده في البداية شوحناها طعمها هيفرق جداً عن لو احنا حطناها نية طعم كده يبقى احلب كتير هاخد السمكة كده زي الحلاوة هاجي هنا بقى بالسوسة العبقاري ده وهنزل هنا كده احنا من احنا الصياديات اللي ممكن تعملوها حلوة جداً بس انا كده خلاص خلصت شايفيني الحلاوة عاملة ازاي اجي هنا بس كده أطمن من نظافة الطاجن قبل ما يخش الفرن لكي هو في الفرن هيقضي بكبك كده وأنا مش عايز يوقع جوا الفرن عشان ما يعملش دي حتة دخين ما يدخنش الستوديو كله الفرن شغال ناخد بقى الطاجن ونحطه في الفرن على طول سيقعد في الفرن كفاية قوي 25 ديئيه 20 ديئيه كمان كفاية جدا درجة الحرارة تبقى 170 هيطلع مستوي طعمه حلو جدا والسمك مش هيطلع مستوي زيادة عن اللزوم لأن السمك زي الفراخ زي اللحمة فيه تسوية مزبوطة وفيه تسوية زايدة بتخلي اللحمة بتاعه ينشف طيب أنا كده خلصت الوصفة الأولانية وهاخد فاصل دلوقتي بعد الفاصل هرجع هنشوف ازاي هنعمل السمك الفلي وفاتة الجنبان استنوا يا أهلا وسهلا بيكم مرة تانية رجعنا من الفاصل بعد ما كنا حطينا دلوقتي انا هعمل فتة الجنباري بالرحان بعد ما خلصها هنعمل فليه اشرة بياد باللوز والحبان هنشوف ده هيتعمل ازاي بزرطة تعالوا بقى اقولوك الأول مقادير فتة الجنباري بالرحان يلا بينا كيلو جنباري وسط متقشر رزة أبيض مستوي عيش شميم حمص زبدة وتوم خل عصير لمون ريحان مجفف وريحان فرش وهقولوكو ده بيتعمل بي ايه وده بيتعمل بي ايه ملح وفلفل وشربة جنباري ايه شربة الجنباري دي تعالوا كده هوريكم حاجة هنا بصوا ده الجنباري حلو؟ الجنباري ده كان جاي بالقشر بتاعه انا خدت القشر بتاع الجنباري وسلقته شوحته الاول في شوية سامنة كده وبعدين حطيت له بصل وحطيت له كرافس وتوم لغاية ما خدت منه خدت من القشر ومن الرأس الشربة دي دي بقى شربة اخر طعمها شربة حلو جدا مركزة جدا وطعمها حلو جدا شربة قشر الجنباري تعالوا نكمل يبقى انا عايز شربة قشر جنباري اللي هي بسك ومعجون سلسة طمطن يلا بقى نشوف هنعمل ايه؟ وازاي هنطلع على الجنباري ده طعم وحلو اهم حاجة في الجنباري انه ما يفقدش الماء اللي جواهة اهم حاجة انه هو يفضل طري ما ينفعش الجنباري يبقى مقرمش عامل زي الكاوتش كده لازم يفضل طري وبيتمدغ بكل سهولة وكل بساطة اللي انا هعمله دلوقتي انا تقريبا هحضر الوصفة دي ورا بعض مش هتاخد وقت خالص تعالوا نشوف سوا هنعمل ايه؟ عايز بس اجيب هنا اطباق اتخلي ده هنا اجمل والملح والفلفل اللي اخدهم هنا يلا بينا اول حاجة هعملها هي ان انا هجيب شوية من الزيت وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لكو حالا هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي دلوقتي كده بالجنباري انا مش حاطط اي حاجة عالجنباري خالص هنزل بالجنباري كده واحدة واحدة هانزل بالجنباري هانزل عليه على طول برشرة من الملح رشرة من الفلفل الاسود وبعدين هاجي هنا اجيب التوم هانزل بالتوم وشوية من الرحان المجفف وبعدين هحط دلوقتي الزبدة واد تقليبة الجنبالي بيستوي في ثلاث دقايق على النار مش اكتر من كده لو طولنا عن كده الجنبالي هيبقى مستوي زيادة عن اللزوم وهتبقى تسويته مش حلوة شايفين لونه حلو ازاي انا مش عارف انتوا شايفين ولا الدخان مش مخليكوا شايفين كويس صح حالا هتلعوا من على النار انوا فاضلوا لحظة ويكون استوى حالا دلوقتي خصوصه اللي تحتيه ده حكاية الجنبالي استوى تخيلوا فتش وقت خالص هجيب هنا الطبق ده وارح مسك الجنبالي كده حوت وننزله هنا في الطبق ممكن بقى واحمد كده نجيب الجنبالي الخطيرة اللي استوى خلاص ده هنا في نفس الطاصة دي هعمل ايه؟ هجي هنا هضيف شوية صغيرين من الزيت وبعدين هاخد معلقة من التوم وبعدين هاخد معلقة من التوم التوم تشوح خلاص انا عايز كل مكون في الفتة يبقى طعمه حلو اروح جاي من شوية من العيش المحمس ومعلقة صغيرة من معجون سلسة الطماطم وهدي العيش كده تقليبة في التوم مع معجون سلسة الطماطم مكان تشويحة الجنبالي عايز العيش كمان يبقى طعمه حكاية واروح جاي هنا طالع بالعيش اللي انا شوحته مع التوم ومع معلقة من معجون سلسة الطماطم اسكت؟ لا مش اسكت اروح جاي هنا شوية كمان من الزيت وبعدين معلقة برضو من التوم تقليبة سريعة رشة من الرحان المجفف صغيرة مش هنسيبها اتمرر على النار هنيجي هنا ناخد معلقة شوية من الرز اللي احنا عايزين استخدمه للفتة عشان هو كمان ياخد الرح موسيقى يالا بينا تقليبة لطيفة سريعة في لغاية ما ياخد من رحة التوم وريحة الريحان شايفين التوم بقى لونه دهب ازاي في الخلطة طايل هل كده خلاص؟ لا لسه ناخد بقى شوية من شربة البسك ننزل هنا كده شربة الجنباري الجميلة نزلنا على الرز ندي التقليبة اللطيفة الرز بقى طري وجميل وجاهز ومستعد للاحتفال كده خلاص الرز كده خلاص جاهز وزي الحلاوة هاجي هنا هطلع بده من على النار كده بقى خلاص وبتدي بقى شوف هعمل اي ده هاجي هنا اروح جاي بالطبق اللي انا هقدم فيه واجيب المعلقة وحط الأول نصف كمية العيش هنا تحت في الطبق ده ده العيش المحمص اللي علي ايه اللي تشوح مع شوية حلوين كده من التوم والريحان وانزل هنا كده بالرز الجميل ده الرز كده بتشويحة التوم والريحان شوية كمان كده شوية كمان كده حلوين هنا من الرز نتشوح حلو كده وبعدين نجيب بقى كده ايه شوية من العيش اللي احنا مجاهزينه وناخد كده ايه نحط هنا كده في الأجناب مش عايزينه باين قوي فا ايه نحطه كده ونضغط عليه طب احنا هنا ما عملناش سلسة ليه للفتة دي لان احنا اصلا حطينا معجون سلسة الطماطن على تشويحة العيش فالعيش اصلا كأنه عليه سلسة وبعدين في حاجة تانية مش عايزين ننساها لو روحنا دلوقتي بصينا كده على الجنبالي هجبه لكم حالا دلوقتي الجنبالي نفسه معه سلسة عبقرية سلسة او سوس زبدة بالريحان حاجة كده تاخد العقل نعمل ايه بقى ناخد الجنبالي اللحمد كان قطع عليه ونيجي هنا نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه الجنبالي هناخده نحط كده واحدة في المصة هنا هوت نبتدي بقى ايه نغرف في الجنبالي سهلة جدا واعتقد ان انتوا بسهولة ان شاء الله في البيت تقدروا تعملوا ده مش محتاج اي حتى معدات غريبة موضوع كله يعني ايه سهلة جنبالي غالي شوية بس احنا بنعملوش كتير برده يعني كل فين وفين كده لما ربانا بيكريمنا بنعمل شوية جنبالي ما عليش يا بحمد نقفينه 18 ما كانتش انت يا جنبالي حبيبي حبيبي ما عليش ما عليش ربانا معاك طيب هعمل ايه مش هيسكت برده لسه في حاجة هنعملها تاني هناخد شوية كده من الزبدة اللي بالتوم الجميلة دي شوية كده زبدة بالتوم هنا ننزل شوية من الزبدة وننزل بقى بالزبدة والتوم كده على الجنبالي نفسه خبرة بيض رحمد الابحميد خلاص مش قادر في الكنترول صح وشوية بقى على الجنباليال اللي فوق دي وشوية زغالين كده على الرز هنا بس كده مش بيحتاجين اي حاجتين يعني ايه كفاية اوي كده طبعا ايتي الجنباليان تبتبقوا عارفين دايما انا بعمل في ايه وبعد اونا نخلص الحقا طيب ناخد هنا كده جنبالي نحطه على التربيزة خلاص ونشوف بقى هنعمل ايه في الوصفة هنعمل ايه بقى في الوصفة التانية اللي هي وصفة في ليه اشرة بياض بالحبهان واللوز ايه موضوع الحبهان واللوز ده بصوا بقى الحبهان من المكونات اللي ريحتها نفاذة جدا فاستخدامها لازم يكون بحرص يعني ايه يعني نشوف ينفع تتحط في ايه وما ينفعش تتحط في ايه اولا ثانيا لو هنحط منها كميات تبقى كميات معتادلة مناسبة للوصفة اللي اينا هنعملها يعني ما جيش مثلا احط خمس ست حبوب حبهان على طبق قد كده ما ينفعش هيخلي الطعم عنيف جدا طيب انا بقى هعمل دلوقتي تعالوا وريك وان هعمل ايه دلوقتي نجيب كده ايه كتنج بورد واجيب هنا كده لحبهان وابتدي اجيب السكينة وكل حبهانية اضغط عليها كده انا عايز خمس حبهانات بس اضغط عليها اضغط عليها اضغط عليها اضغط عليها اضغط عليها هنزل بذور الحبهان نفسها اضغط عليها يا رب اكونوا شايفيني ومش عايز الاخضر في الوصفة دي يعني هناخد دي كمان كده هوت دي بقى اللي نزلت البذور اللي جوه الحبهان مش عايز بقى حاجة تانية غير كده هاخد دول كده هوت شايفين البذورو عاملة ازاي وهنزل بها هنا هوا بقى عندي بذورو الحربهان اهي وعندي اللوز اهو التوم ورشة من الدقيق تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تانية يلا بقى رجع ده ورا مش محتاجينه نجيب لنا طبق تاني لطيف زريف كده وبعدين هاجي هنا هاخد واحدة من الفليه حطاها هنا كده واخد رشة من الملح رشة من الفلفل ونقفل تاني كده ورشة من الملح ورشة من الفلفل وبعدين نقلبها ونحطها هنا هوا ناخد التانية في ليه قشر بيود رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود نقلبها نفس الكلام نفس الكلام اخر واحدة ونقلبها هنعمل ايه دلوقتي احنا مجاهزين الطاصة لتشويح السمك اللي حالا هنشوف ازاي هندخله اللوز والحبة هنا بصوا بقى هعمل ايه هاجي هنا هحط هنا اللوز واحط للي اللوز معلقة من الزيت وهاده لتقليبة كده وبعدين اجيب بقى حاجة امسك بها واجي هنا أرش رشة صغيرة من الدقيق على السمك رشة صغيرة قوي ثم سأضع السمك ونزل به هنا في هذا الجزء في نفس الوقت سنزل هنا بالتوم وهنزل بالحبهاني وابقى بقلب هنا كده التوم ولوز وحبهان جنب السمكة اللي بتتشوح كده التسخدت ريحة اللوز والتوم والحبهان هطلع بقى اللوز والتوم والحبهان حالاً دلوقتي وانا كده استفدت ايه بالان انا عملته ده حطيت التوم واللوز والحبهان نزل اولاً اتشوحوا ثانياً نزل روحتهم الجميلة فالسمك كده هيبقى متشوح بريحة التوم واللوز والحبهان هاجي هنا احط خطعة تانية من السمك ونطلع فاصل نرجع من الفاصل نشوف اخبار السمك اللي احنا بنشوحوا ايه استنوا موسيقى 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 اشتركوا في القناة رجعنا من الفاصل في الفاصل قلنا هاشوح السمك السمك بيتشوح دلوقتي بس انا محتاج بكو نبص بسا كده السمك كمان اللي في الفرن خلاص كده بقى جاهز هنجيب له حالا دلوقتي مساكة نتطلع بيها ونطلع السمك اللي في الفرن ده لان هو خلاص مستعد دلوقتي ان هو يطلع وجاهز للاحتفال امسك نفسك يا الله بينا انقذنا الحمد لله خلاص وبعدين دلوقتي ناخد السمك كده شايفين طاجن كده شكله ايه يرد الروح حلو قوي هعمل ايه بقى تاني احنا خلاص قدمنا فتة الجنبري بالريحان وشوفنا شكلها عامل ازاي نحط لها بسه ورقتين دلوقتي كده كده فرش يده ريحة حلوة وكمان طاجن السمك الصيادية جاهزة هو خلاص ومستعد ممكن بس نشيل ورقة الدورة دي علشان مش هتتاكي بس هنسيب زي ما هو جده ده طاجن السمك وده فتة السمك فتة الجنبري هعمل ايه بقى دلوقتي هتطلع دلوقتي حالا السمك الفليه قبل ما اعمل كده بس هقولوك ان انا محتاج اضيف اه ورق بقدونس ولسه عندي هنا لسه عندي هنا اللوز المحمص مع التوم والحبهان النيميت دي اصلا ريحة حلوة السمكية دي لسه عليها شوية شايفين من جوه لسه لونها محمر دي خلاص كده استوت وبقت زي الفلي هعمل ايه هاجي هنا هاجي هنا هاجيب الطبق وهاجيب السمكية كده اه هاجيب بقى ايه تعالوا نجيب حاجة نحط بيها شوية كده من اللوز الحالو ده الطبع ده كمان عارفين ممكن نحط فيه ايه ممكن نحط شوية من الجنبري اللي احنا عاملينهم منجح زينا يجب هيت بقى ايه طعم وريحة يا اخي الحلاوة بقى ايه بقى ايه بقى ايه هابعة لا أريد أن أقوم بها ما الذي سأفعله الآن أنا قدمت الثلاث أطباق قدمت طبق في السمك سمك إشربياد ونكهت السمكة بالحبهان ببزور الحبهان وباللوز وبالتوم خليت النكهة من الثلاث المكونات التي طعمهم جميل و قوي عملت كمان هنا فتت جنباري بالريحان شاهدتوا كيف شوحنا الجنباري بسرعة دعونا نستويس هذا عن اللذوم وخلينا طعم الرحان يكون باين فيه كمان هنا عملت طاجن سمك إشربياد وشوفنا ازاي عملنا يخنا حلوة جدا لطاجن الصيادية وازاي كايتمسبكة وجميلة أتمنى تكون الحلقة النهاردة عجبتكم وإذا ما شفش الحلقة من البداية يقدر يتابعها الساعة خمسة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة أشوفكم بوكرا إن شاء الله في نفس المعاد من واحدة لتنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر